ترجمة نانسي قنقر والفرسان العالميين وأن البحرين كسبت التحدي في تنظيم هذا السباق الدولي رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا حيث تم تسخير جميع الإمكانيات لدعم هذا الحدث في كافة الظروف وعرب المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة عن فخره واعتزازه بالنجاح التنظيمي المتميز الذي شهده سباق البحرين الدولي للخيل والذي أكد قدرة مملكة البحرين وكفاءة أبنائها في تنظيم مختلف الأحداث والبطولات والسباقات الدولية ومنها استضافة وتنظيم سباقات الخيل الكبيرة وهما يعكس الرعاية والاهتمام والدعم الكبير الذي يوليه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لهذه الرياضة الأصيلة والرؤى والتوجهات السامية نحو الارتقاء بهذه الرياضة وتطويرها نحو أفضل المستويات التنظيمية والفندية ونوها الشيخ سلمان بن راشد بالاهتمام والدعم المتواصل الذي أولاه سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا في تهيئة أفضل الظروف التنظيمية لإنجاح هذا الحدث الدولي وجهود ومتبعة سموهما لكافة مراحل الإعداد وتنظيم السباق حتى توج بالنجاح التنظيمي بشهادة الجميع من مختلف دول العالم مشيرا إلى أن إقامة السباق يجسد الخطط والأهداف المستقبلية التي وضعتها الهيئة العليا للنادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر